بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فمع رسالة جديدة من برنامجكم لماذا تركت الوهابية يقول السلام عليكم شيخنا المبارك في أيام الثانوية بدأت أشك في عقائد الدينية نتيجة ما كنا ندرسه في الدروس الدينية المدرسية في مجتمع لا يوجد فيه جو علمي يدرس فيه العقائد الإسلامية كما هو حقه فالدروس الرسمية للنظام الدراسي كانت مزيجا من الفلسفة وعقائد الشيعة والمدارس غير حكومية عند أهل السنة تكاد تقلو من كل أنواع العقليات إضافة إلى ذلك يعيش الطلاب والأساتذة الفكرة التنويرية التي تعظم وتمجد الانفلات من كل القيود بالدعاء الحرية العقلية في أعلى درجاتها فما أن وصلت إلى الجامعة حتى وجدت نفسي ملحدا والعياذ بالله مشككا في كل ساحات الدين العقدية منها والعلمية أو العملية ما أدري هو مكتوب العملية لكن ماذا يري هو تركت الصيام والصلاة إلا أني لم أكن أقبل فكرة أن الكون بلا خالق بفترة السليمة ورفضت أن أكون دهريا مع ذلك كلما بدأت بالتفكر أقول في نفسي ليس الدين إلا خراثة نسجتها العقول السطحية في مجتمع أمي غير مثقف ولا يمكن لعاقل من العقلاء أن يلتزم بمثل هذه الأقاويل والسلوكيات بحال من الأحوال في هذه الفترة برز في الإعلام رجل أسمع عنه في أوساط الطلاب يحبونه لمعارضته الجمهورية الإسلامية وولاية الفقه إذا نقول كأنه من إيران نعم كل المعطيات تدل على ذلك دفعني الفضول إلى اقتناء كتبه وللاطلاع على آرائه وبكل ذهول وجدته متدينا حتى النخاع لا يكاد يخلو سطر من سطور كتبه الرائعة من إيمان عميق بالله فكان هذا الموقف بالنسبة لي صدمة خاصة أن الرجل قد تخرج من أرقى الجامعات في أوروبا يجيد الفلسفة كان بارعا في الفلسفة الغربية حائزا على دكتوراه في الصيدلة والفلسفة والماجستير في الكيمياء بدأت حينها بنقد الذات وألوم نفسي في الخلوات وأعيش في حيرة من أمري وأقول كيف يكون رجل بهذا المستوى من العقلانية وبذلك الرصيد العلمي الهائل متدينا وأنت تزعم الديانة من صفات العوام والسذج والحمق الدكتور عبد الكريم سروش لا دي هذا نطقها صحيح يعني أرجو من إخوة الذين يرسلون أشياء فيها أعلام أن يضبط الاسم لا ندري خاصة بلغة فالسية كانت بداية عودتي إلى الدين لكني لازلت أنا ذلك الطالب الذي يعيش حياة لا مبالاة بين أصدقاء بالكاد تجد واحدا منهم متدينا تماما تدينا السيد سروش لا يخفي حبه للإمام الغزالي ويعظم مولانا جلال الدين الرومي أي تعظيم فقلت حبذا لو أقرأ كتب الغزالي فاقتردت من أحد الأقرباء مختصرا للإحياء باللغة الفارسية كتبه الإمام بنفسه سماه كيمياء سعادة في تلك مع الشيخ أبو حامد رحمه الله لسانه الأصل فارسي في تلك الآونة وفي ليلة من ليالي رمضان وتحديدا في الليلة السابعة والعشرين وجدت نفسي غارقا في الذنوب والمعاصي فبدأت أشمئز من نفسي أي مشمئزاز فاغتسلت وصليت متوكلا على الله تعالى مناجيا وأقول اللهم إن كان هذا يرضيك هو دين الحق فثبتني عليه فكل ليلة أقرأ كتاب الإمام الغزالي ذلك يعني يريدك كيمياء السعادة حتى يغلب علي النوم فحسنت حالي شيئا وعهدت نفسي ألا أترك الصلاة ولو مر واحدة في حال من الأحوال بعدها بشهور تركت الجامعة ودراست الهندسة وهاجرت إلى الريف وسكنت مسقط رأسي أقرأ القرآن يوميا وأتجول في كتب الصالحين من الصوفية كل ما أجده حتى عثرت على نسخة من كتاب زاد المعاد وهدي خير العباد لابن القيم فعجبت به وكان هذا بداية الدخول في ما يسمونه السلفية وعدم التقليد وجدتها عنوانا خاليا من المحتوى واسما من غير مسمى لكن وبكل أسف كما يقول المصريون دخول الحمام مش زي خروجه فالخروج منه والتبري عنه لم يتحلي إلا بعد ما يقارب عقدين من الزمن وأنا الآن في الأربعينيات من عمري وأنا أكتب لكم أيها المبارك هذه السطور أما العودة إلى أهل السنة فبدأت بالتعرف على الشيخ سعيد فودا والذي أحبه وإياكم أحبك الله الذي أحببتنا من أجله والشيخ علي جمعة بعدما تعرفت عليه بواسطتكم ففي السنوات السلفية الأولى قرأت شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي وبدأت أكره الحنفية بكل سذاجة وبلاها فالشيخ سعيد فتح عيوني ومسامعي على تدليساتهم شيئا فشيئا خاصة أني وجدت السلفيين يعاملون الأفراد بنوع من التقية فعند عوان من ناس يدعون عقيدة السلف وفي الحلقات الداخلية وجدتهم يقررون كتبا تحتوي على جلوس الله فوق عرشه والكرسي موضوع القدمين منه سبحانه وتعالى عن ما يقولون علوا كبيرا بعدما قرأت شرح الطحاوية للشيخ سعيد فودا واستمعت إلى دروسه في اليوتيوب وجدتهم بعيدين كل البعد عن السلف وبعدما تعرفت عليكم على الشيخ على جمعة بدأت معالم الطريق الحق تظهر لي بدأت مرة أخرى أحب الأولياء والصحابة وعلى رأسهم رأس الأولياء حبيب الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أغرب ما وجدته في الوهابية أن واحدا منهم وهو الآن في ذمة الله ولا أشك في إخلاصه كان يقول لي للأسف أني لم أرغب إلى الصلاة لم أرغب في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا لأني أحس أن كثرت الصلاة على رسول الله من التقرب إلى غير الله فتعجبت من كلامه وأدركت خطورة معتقداتهم الباطلة والغريب كذلك أني وجدت يمسح الجوربين ويأتي في الغرفة بعد الوضوء فيخلعها مباشرة ويصلي ثم إذا أراد الوضوء مرة أخرى يلبسها ويتوضى ويمسحها ويصلي طبعا حتى يتأتي لاستدراكاتها من السلافية هكذا ناحية لا نقول بهذا ما مشكلة وهابية دين يدعو إلى الاجتهاد وعدم التقليد للعوام فشي طبيعي يعني قد لا يكون الخط العام في الوهابية يفعل هذا صحيح لا نظلمهم ولكن تقول للعامي اجتهد لا تقلد أحدا استلعى الدليل اتبع الدليل بنفسك فالنتيجة هذه لحية طويلة لسان أطول عقل أصغر صغير فشي طبيعي تترى أشياء من هذا لا أريد أزعاجكم والإطالة عليكم لكني أحبكم في الله عرفت زيغ السلفية وزيغ الإخوان وصفاء عقيدة الصوفية وشدة تقليد الوهابية مع الدعاء نبذه أرجوكم أن لا تنسوني من صالح الدعاء وأنت أيضا يا أخي كما أرجو أن ألقاكم بإذن الله وأتشرف في الدخول إلى التصوف والبيعة والإجازة والإرشاد المباشر تعلمت منكم هذا الدعاء الجميل اللهم صلني بمن يوصلني إليك ودلني على من يدلني عليك بارك الله فيكم وسدد خطاكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين رسالة حقيقة مؤثرة ومعبرة وصادقة حقيقة راجع الحمد لله الآن كشفنا الوهابية بفضل الله تعالى بفضل الله تعالى يعني أقول بجهودنا الموفقة من الله سبحانه وتعالى بدأنا نجعل الوهابية يتخلون عن العقيدة الطحوية وقد كانوا يلبسون على الناس أننا على العقيدة الطحوية الآن صاروا يتبرؤون منها في شهر واحد تسجيلان لوهابية من المشاهير يتبرأ من عقيدة الطحوية وسنفرد هذا إن شاء الله بلقات خاصة إن شاء الله لماذا؟ لأن كشفناهم لعب ابن باز وعبث ابن باز بالعقيدة الطحوية كل ما فيه تنزيل الله يقضي عليه تنزه عن الحدود والغايات يحذفها ويلعب بها ويقدم ليس حذفا إنما إضافات إضافات ابطال يعني يلغيها تنزه عن الأبعاض والأعضاء وكذا إلى آخر كل هذه الأشياء التي تعجبهم فصاروا يقولون واحد باللفظ يقول هذا من مكر الجهمية يعني الطحوية صارت جهميا عند الوهابية وعلى مدى عشرات السرين يخدعون الناس أنهم على عقيدة الإمام الطحاوي وأنها عقيدة السلف نعم نحن نقول عقيدة السلف هي عقيدة السلف وسنتمسك بها بفضل الله تعالى وسيتخلون عن كل وبإذن الله يعودون إلى طريقتهم الأولى طريقة الخوارج والتصريح بهذا في العلن يقولون نحن على عقيدة الإمام الأربعة وأنتم تتبعونهم في الفروع وفي السر يطعنون في الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله ويشتمونه ويشتمونه ممتاز نحن الآن في زمان الانكشاف التعري لهؤلاء تعريحة الفكر الباطل ولذلك تحولوا هم إلى الاعتراف بمصادر دينهم الحقيقي بقايا الكرامية والمقاتلية سلفهم وإمامهم ابن تيمية وحده لا شريك له فيما خالف فيه الجمهور أما فيما وافق فيه الجمهور لا يعترفون به وابن عبد الوهاب هذا مجدد طريقة الخوارج أسأل الله لنا ولك القبول وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين